اشتركوا في القناة 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 ليش؟ لانه احنا حكينا نفس المعنى اذا اذا بسألك بقولك شوي اشكال او اشكال او انواع الطب التكمليلي نفسه نفسه ايش اللي هي اوكي حبابي ايضا شوي هي اشكال الطب التكمليلي اول واحد يذكرت عننا اللي هي اللي هي الطب ايش اللي هو المثالي الطب المثالي وفي عنده اللي هي اللي هو الوغنز بالابر هذول اجوا عندك في اول سطر اجت عندك بالقطع في اول سطر هسه في عندك علاج اخر اللي هو نوع اخر اللي هو اسمه الهيربل هذا اجي ايش في اسفل القطعة ولكن بدي اذكر لك هي هي تصير في عندك ثلاث انواع للطب التكمليلي اذا الهيربل اللي هو الاعشاب اللي هو التداوي بالاعشاب اذا شو هي اشكال الطب التكملي بقول لك هوموباثي الاكيبانشار وفي عندك الهيربل اوكي سألتك نفس السؤال بقول لك شو هي اشكال النون كونفنشنال بتقول لي هوموباثي اكيبانشار هيربل نفس المعنى اوكي الله يربي يكرمكم طيب هسف صار في عندي انا هنا مفهوم الناس مفهوم الناس دعم بيبلز بيرسيبشنز بيبلز بيرسيبشن اللي هو مفهوم الناس للطب التكملي اتغير يعني الدكاترة فاروا بيبلز اذا اذا شايفو انه كل الناس بك اتجاه الطب التكملي يعني يعني وبقول لك انا هون كدكتور لازم اني ايش اعرف شو هو صنعت هاي الطب التكميلي فلازم ادرسها. هذا هو مفهوم الناس. مفهوم الناس للطب التكميلي. طيب. حسنا لما العطارين هدول. اللي هم الكونسلتانس. اوكي. برايبت براكتيشنر هون هدول. شافوا انه الدكات اللي هون قاعدين بيدرسوا هات. هدول ايش? بيقول لك احنا كما بدنا نوخد شهادة. بدنا نوخد شهادة في ايش? في الطب. يعني اثنين هدول طاروا يدرسوا ايش بعض. يعني الدكات اللي صارت تدرس. للطب التكميلي. هدول اللي هم بالكونسلتانس اللي هون طاروا بدهم يواخدوا ايش هادة. اذا هاي هي بيسموها اللي هي التغيرات اللي هي التغيرات اللتي حصلت وين? في مفهوم الناس للطب التكميلي. شو هي مفهوم الناس للطب التكميلي? هدول هم الثنتين. وهسا بوضح لك اياهم على القطع. بدنا افرجيك اياهم وين هم? حتى انك انت ايش? ما تكون مرتاب من اي شكل. اوكي حفايبي? الله يرضى عليكم. طيب. هس هون كم ذكر ايش كمان? بقول لك. انه في عندك بعض الامراض. بعض الامراض اللي ممكن انه الطب التكميلي يقدر يعالجها. ممكن انه الطب التكميلي يقدر يعالجها. دي ايش? هسا في عندك هون اللي هي انسوميا. انسوميا اللي هي ايش? الارق. اللي هي الارق. مايغرين لو الصداع النصفي اللي هو بسموه الشقيقة عافانا وعافاكم الله. قولوا امين. امين يا رب العالمين. نسعبها اهلا وسهلا بكم محمد اصبادي اهلا وسهلا بكم مؤيد مجدي ماضي مؤيد ماضي على راسي كرم والراجبي. كل الحب والاحترام لكم حبايبي. حمز الفار والسام وكرم. والكل الله يا رب يعطيكم العافاة فيه. تسلموه يا حبايبي. طيب. اذا في عندك هونه مايغرين. مايغرين اللي هو ايش? اللي هو الصداع النصفي. اللي هو حكينا احنا. اللي هو الشقيقة. الصداع النصفي. في عندك هونه. اللي هي التهاب. المفاصل. وفي عندك اللي هي القلق. وفي عندك اللي هو ايش? الاحباط او الاكتئاب. نفس المعنى. وفي عندك ستة اللي هي الحساسية. طيب. اذا شو هم هدول? الست انواع من الامراض. اللي ممكن انه الطب التكميلي. او ممكن انه الطب النون كونفنشنل. يقدر يعالجهم. اذا في عندك تم ذكر ستة انواع من الامراض. هدول الامراض. الستة. مين بيقدر يعالجهم? اللي همي. اي شكل من اشكال الطب التكميلي. اللي هو هنوبتي. اكيبانشر او الهيربل. اللي همي نفسهم كل ياتوا بدمية تابعات. تابعاتنا اشي اسمه الكمبلمنتري. ميدسين او النون كونفنشنل. اوكي حبايبي. الله يا رب يرضى عليكم. وبارك فيكم. طيب. على راسي حبايبي همام تسلم لي. الله يسعد قلبك. كله لعيونك. ربسنا لكم اليوم احمر عشانكم. اوكي? طيب. بيقدر يعالجها. اللي همي. ثنتين. ذكروا لها ثنتين. اللي هي اليميونيزيشن. اللي هو الطب اللي هو التطعيم. وفي عندك هون اللي هي مالاريا. عافاة وعافاكم الله. اذا. برجة بقول لك. في عندك ستة انواع من الامراض. مين بيقدر انه يعالجها? اللي هو الطب التكميلي. اللي هو كومبليمنتر ميدسين. طب شو همي التو كيثز ذات كومبليمنتر ميدسين كانت بيوز تو تريت. يعني لا يمكن اي لا يمكن ابدا انه يقدر يعالجها. اللي همي اليميونيزيشن والمالاريا. والمالاريا. وهسبا تكون لك اياها في الكتاب. اوكي حبايبي. الله وربي يرضى عليكم. طلعوا لي هون. هسا في عندك هنا. انذكر عندك اللي هي ايش? النسز. انذكر عندك النسز. اللي هي ايش? هاي امراض. اللي هي بمعنى امراض. هسا في عندك تم ذكر اربع كلمات. تم ذكر اربع كلمات. هاي الاربع كلمات كلاتها بمعنى ايش? مرض. بمعنى مرض. يعني اذا بتشوف واحدة من هذول تم انه في عندك هون بمعناها ايش مرض ايش معناها مرض اوكي حبايبي طيب طيب هسا بنشوفه في عندك هونه نرجع لها هاي اذا في عندك تقسم الطب العلاج الى نوعين علاج اعتيادي علاج غير اعتيادي اوكي هسا العلاج غير اعتيادي انه هو النون كونفينشنال والكومبليمنتاري الثنين هدول نفس المعنى العلاج الى اعتيادي اللي هو نفسه ايش اللي هو المدرن اللي هو الحديد اوكي فس الاطباء اللي هون شو مفهوم الناس بالنسبة للطب التكميلي كان اللي هو معظم الاطباء صاروا ايش يدرسوا الطب التكميلي بجانب الطب الحديد تبقهم فلما هذول العطارين شافوا الطب هذول بدرسوا الطب تبقهم طاروا هدوم ياخدوا ايش شهادة هاي بتسميها احنا ايش اللي هي تشينجد هم نسميها اللي هي التغيرات اللي صارت وين في الطب التكميلي اوكي حبابي حس في هناك هنا عملوا تجارب وكل اشي بقال لك لو شافوا انه معظم الناس لاجئين لمين يعني بروحوا اه ايه او بتعطوا عند مين عند اللي هو الطب ايش التكميلي اذا انا بروح باخد الدواي من وين من عند الطب التكميلي ليش لانه اول شي ارخص وما فيه له اي سايد افكت ما له اي سايد افكت اللي هم فيش له اي اثار جانبية فالحد من هاي الامراض اللي الدكاترة اقتنعوا انه الطب التكميلي بيقدر يعالجها اول واحد اللي هي هو متين اللي هي اللهم يعافينا اللي هي الطب المثالي شي يعني الطب المثالي يعني مثل اللي يصلا الا سموكم الله واحد لا دغتو افعا واحد لا دغتو افعا ونافه باستخلصهم سميى الافعا نفسه علاج حتى هم يقدروا ايش يعالجوا. هذا بصير ايش اللي هو الطب المجالي. الاكيبانتشر اللي هو الوخز بالابر. هل تفين ده ايام زمان اللي هم الصينيين كانوا يعالجوا ايش بالابر. اوكي. الصينيين كانوا يعالجوا بالابر. وهس نشوفي عنا احنا هون شبيهة الها اللي هي الحجامة او اللي هي كاسات الهوت. الاعشاب هسا ما بخلابيت عنا الا فيه تقريبا تلاتين اربعين نوع من الاعشاب اللي هي مرمية يا لسون زعتر بابونج زيه. اوكي. اذا هذول همي الثلاث انواع بنقد نحكيهم اللي هم اشكال من الطب ايش التكميلي. او الطب ايش. اوكي حبايبي. الله يرضى عليكم. طيب. بنطلع لمن هسا للقطع. شوفوا لي القطع كيف حتى ان كنت تعرفوا لي فيها. طلّوا. خسا معظم الاطباء اعتادوا ان يكونوا متشككين. معناها متشكك. هسا شي يعني متشكك? والله انا بشك في هالشغلة هاي. يعني انا مش مقتنع فيها. انا مش مقتنع فيها. اللي هي بمعنى ايش? not be easily convinced. يعني غير مقتنع. يعني انا غير مقتنع في هالشغلة هاي. اذا معظم الاطباء اعتادوا ان يكونوا غير مقتنعين او متشككين من ايش? about the validity من الفعاليات. ايش? اول واحدة اللي هي الطب المثالي. اثنين. اكيبانكتر. اللي هي الوخز بالقبر. and other forms. فش تاني? هزا كيف انا بدي اعرف فول انهم هذول همي اشكال الطب التكميلي. شو بحكي لك هون? and other forms. واشكال اخرى. واشكال اخرى من مين? the complementary medicine. اذا هذول يعدوا واحد اثنين. يعدوا من ايش? اشكال الطب التكميلي. هزا في عندك الشكل الثالث اللي هو الهيربل ريميدي. هزا تم ذكروا وين? في القطعة ولكن من تحت. فانا حبيت اعطيكوا ايش هون. اذا في اندي هون. اللي هو number three. اللي هو الهيربل ريميدي. اللي هو الهيربل ريميدي. هزا هو الشكل الثالث من اشكال الطب التكميلي. اوكي? طيب. حسنا if patient wanted to receive. اذا اراد المرضى. اذا اراد المرضى. ان يتلقوا. هذا النوع. هذا النوع. وين هذا? اللي هو this. ال this عمين بتعود? على complementary medicine. احنا على مين نتكلم قاعدين? نتكلم عن complementary medicine. اذا اراد المرضى. patient. مرضى. ان يتلقوا هذا النوع من العلاج. this kind of non-conventional. هاي تم ذكره هون. complementary. وتم ذكره ايش هو? ال non-conventional. اللي ما دول اثنين ايش ما لهم? واحد. هدول اثنين ايش ما لهم? واحد. اذا اذا اراد المرضى ان يتلقوا هذا النوع من العلاج. they. مين هم الذين? اللي هم المرضى. اللي هم المرضى. they used to. اذا اعتادوا ان يستشيروا. to consult. ان يستشير. a private practitioner. اللي هو مختص خاص. مختص. خاص. هو. اللي هو لم يبتعود على ال practitioner. هو. was likely. يعني لي. يعني انه من المحتمل انه ايش ما معا. هاي. not. ليس لديه من المحتمل انه ليس لديه. to have medical degree. يعني ليس لديه شهادة. اذا. مين هم اللي محهم الشهادة? اللي هم اصحاب ال complementary medicine. اللي هم private practitioner. اللي هم هذول العطارين. هذول ما محهم شهادة. فهذول بيقول له كانوا يروحوا يستشيروهم حتى انهم ياخدوا ايش الدواء منهم. however. however. الف مرة حكيناها. طلعوني هون. في عندي هون ايش اسمه? howver. في عندي خمس كليبات همي. يلا مين يذكرني فيهم? مين يذكرني فيهم? في عندي howver. وفي عندي كمان اللي هي on the other hand. on the other hand. يلا. في عندك الثالفة. اللي هي ايش? where as. وفي عندك كمان ايش? يلا. هاي اربعة. في عندك اللي هي مين? اللي كل ياتهم ودول بدلوا على ايش? على ايش اسمه? opposition. however. on the other hand. where as. في عندك despite. وعندك الخامسة ايش? يلا. مين يحكي للخامسة? however. on the other hand. where as. وdespite. وفي عندك اخر واحد اللي هي although. اللي هي ايش? although. حسا كل هدول بيجيك سؤال عليها بقولك. what is the function of using? what is the function of using? لرفر الحكولك where as. ما هي الوظيفة اللغوية من استخدام where as? in the above sentence. في الجملة اعلى. بتقولي opposition. بتقولي ايش? opposition. اللي هي showing opposition. ماشي يا حبابي؟ غير عن هاي اللي هي consequence. حسا الكونسيكوانس اللي هي عرض نتيجة. عرض نتيجة. اللي هي شو دلالاتها? consequence. وفي عندك therefore. اللي هي as a result. حسا as a result. وكونسيكوانس. و as or therefore. هدلك ايش? showing consequence. نتيجة. الخمسة هدول بمعنى ايش? اللي هي showing opposition. اللي هي تناقض. اللي هي ايش? تناقض. الله يا ربي يرضى عليكم. وصلت حبابي؟ ممتاز ممتاز في رأس الشوم اللي ممتاز. اوكي. مالك انو سايبة. ايش? تفضل. تفضل احكي. اكتب اللي بدك اياه. البت محفوظ ان شاء الله رب العالمين. طيب. نرجع لهون. اليوزاء. حين الأvalues. في هاي السنوات يatarك طلعوا لهون. the perception of. the perception of this treatment. يعني مفهوم الناس للطب التخميلي wyk me�� Cons of this treatment. ش NOTHII치가 لتغيرها. قد تغير. طب شو اللي حكينا احنا. بش قلنا انه مفهوم الناس للطب التكميلي تغير طب كيف تغيرها استاذ انه حسفين الدكاترة صاروا يدرسوا الطب التكميلي اوكي حسا المستشارين اللي هون اللي هم العطارين صاروا ايش بدهم يجيبوا شهادة من الطب الحديث اذا بيجيك السؤال الهون اللي هو كيف تغير هاي من اول واحدة هون العديد من الاطباء صاروا يدرسوا الطب التكميلي شو يعني بجانب او بالاضافة الى اوكي اللي هو العلاج الاعتيادي يعني الدكاترة صاروا يدرسوا الطب التكميلي بالاضافة الى مين للطب تبقى حموله الحديث طيب ان اللي هي نمبر 2 شو التغير الثاني ماني كومبليمنتري ميديسين كونسالتان اللي هم المستشارين المستشارين صاروا هسا الطب التكميلي المستشارين صاروا بدهم ياخدوا ايش شي هاده من وين من الطب الحديث اذا حتى انه كلها يتوصيل عندي كومبليت ايش اذر يعني كله الثنين بكملوا بعض يعني هاذ بكون بفهم في هون وهذا بكون يفهم في هاذ اذا الثنين ايش بكونوا يكملوا بعض اوكي حبايبي الله ربي يرضى عليكم طيب ان شاء الله ان شاء الله يا بؤيد على راسي بتقول ان شاء الله رب العلوني سيبة ببعدتك يا هبيدي ابشري طيب هسا في عندك هنا وير از شو حكينا وير از هسا تم ذكرها هسا تم ذكرها في عندك هنا اللي هي وير از شو في عندك هنا وير از اللي هي شو وينج اوبوزشن شو وينج اوبوزشن طيب هيا تعم انا شو كاتب لكم اياه هون وير از اللي هي شو وينج اوبوزشن كريتكس يوز تساي المنتقدون مين هم المنتقدون اللي هم بالدكاترة اللي همي الطب الحديد كريتكس يوز تساي ذات اعتادوا القول بانه انه ما في هناك اي دليل علمي اي دليل علمي بثبت بانه ذات نون كونفنشنال بانه العلاج الغير اعتيادي اللي هو الطب الكمبليمنتري ايش ماله اكسلي وارغد بانه ناجح يعني بيحكو لك انه ما في اي دليل علمي بثبت بانه طب العطارين هذا ايش ماله انه ناجح ناو الان الات لا مين بتعود على الان كونفنشنال على اللي هي كومبليمنتر ميدسن يعني عليكم الات ناو ات is more common والان هو الاكثر شيوعا يعني هستا بتلاقي عندك الواحد لما يمرض ما بيروح والله على دكتور ولا دكتور بدا روح عليه اول اشي كشفيته عشر ليرات او عشرين ليرا غير هيك بدي يعطيك لوه الدوه بجوز تلاقي ثلاثين ليرا على اشي ما بيستاهل اروح عند عطار اقول له والله انا معي مغص هون وهيك هيك بحكي له حالتي بيعطيني عشبة بجوز تطلع علي بليارة ونص او خمس سبعين كرش اوكي اذا في عندك هنا موظم الناس صاروا يلجاوا لوين للعطارين وما يروحوا لوين للدكاتور فبقول لك هنا الان هو الاكتر شيوعا بنسبة لمن للخبراء الطبيين حسا الاطباء شو بعرفوا بقول لك اوكي حسا كل الناس كل الناس بتلوغت حتى انهم يعرفوا ايش او يتعرفوا بانه باس سوري بانه حسا الهو الطب الاعتيادي هو اعترف بقول لك انه الطب الاعتيادي لو طبنا احنا الحديث يعني بجوز انه ما يقدر يعالج كل الامراض بجوز انه ما يقدر يعالج كل الامراض اللي هيئتها هاب بقول لك non conventional medicine may not always be the only way هو الطريقة الوحيدة to treat an ailment 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 طلعوا بتذكركم فيها ailment عندك هنا ailment يعني بيجيك سؤال هنا هاب كيف السؤال بيجي علي حبابي شوفولي find a word from the text which means means analysis find a word يعني اوجد كلمة من النص which means بمعنى analysis حسا analysis مش analysis مش مذكورة عندك في النص بس شو مذكور عندها مذكور بدائل مذكور بدائل وكل هاي البدائل بمعنى ايش مرض الثلثث معناها مرض كل هدول كل واحدة من هدول معناها ايش مرض اكتبوهم هدول والله العظيم سؤال وزارة عليهم انا متأكد مي بالمية ailment معناها مرض complaint معناها مرض condition معناها مرض disease معناها مرض هاي الكل باعرفها بس عندك الثلاث هدول ايش ريه هيك غريبات حتى عندك الثلاث كلمات هدول كل ياتوا بمعنى مرض ايش تم ذكره هسا عندي اينا حناك الي هي بقولك وينها هون كل الاطباء هسا بقولك انه مش شرط انه الهو الطب الاعتيادي may not always لن يكون دائما هو الوحيد في علاج بعض الامراض حاجت عندك هون ايش اللي هي ailment ailment اللي هي اذا بتجيك عندك سؤال find a word from the text which means illness بتقول له ailment وهاي صحيحة مية بالمية اوكي حبايبي الله يربي رضا عليكم مالك بسام شو همي oppositions لو سمحت اللي هم هدول اللي هي عبارة عن حكيتوك اياهم هاهم however on the other hand whereas despite although اي واحدة من هدول هدول بعبره عن اشي اسمه showing opposition بيديك السؤال what is the function of using لنفرض لنفرض في يدك اي واحدة بتم ذكر هدول بتقول له انت اوكي حبيبي اذا هاي هي اللي هي عبارة عن وظائف اللغوية لشوين اوبوزيشن اوكي هاي هي اللي هي عبارة عن وظائف اللغوية لشوين اوبوزيشن تبعين بالمئة من المرضى هو وير الهو لمين بتعود الهو على الباشن هو وير عرض عليهم the choice اللي هو حرية الاختيار between a herbal or اما الاعشاب اللي هو ايش من اختصاص ايش هذا من اختصاص اللي هي complimentary medicine لهذا a form of complimentary medicine او اللي هي conventional medicine او اللي هو الطب الاعتيادي يعني اما انك تختار تروح عند العطارين او انك تختار ايش تروح عند الاطباء طب اقول لك 50% من هذول راحوا وين اختاروا choice هاي choice between herbal or conventional medicine for common compliance لعلاج الامراض لعلاج الامراض اذا هاي عندي هون الكلمة الثانية الكلمة الثانية اللي تم ذكرها لا مش هون الكلمة الثانية اللي تم ذكرها في ايش في هاي لعلاج compliance compliance اللي هي مرضة الثانية اول واحد مر معنا له ailment الثاني اللي هي compliance هاي اللي علاج بعض ايش الامراض اذا بيجو بقولك سؤال مثلا الثاني find a word from the text اللي هي in paragraph 2 in paragraph 2 يعني في الفقرة الثانية which means illnesses بتقول له compliance اوكي الله يربي يكرمكم ويرضى عليكم طيب في عندكم اذا ادأ سيرجيري لندن 70% of patients who were offered the choice between الو اختيار ما بين الهيربل اللي هو طب الاعشاب نفسها وال conventional treatment اللي هو الطب الإيايدي for common compliance such an عسا ايش اختاروا لعلاج ايش بعض ايش لعلاج بعض الامراض مثل ايش insomnia هاي اول واحدة عندك Arthritis اللي هي التهاب المفاصل الارق التهاب المفاصل and اللي هو اللهم عارفين اللي هو الصداع الصداع النصفي اللي هي الشقيقة أوكي؟ طيب حسن مين اختاروا الخمسين بلمية من الناس هدول اللي عملوا عليهم إيش؟ أفر عرض اختاروا شون؟ دهير بالرمدي اختاروا اللي هو طب الأعشاب اختاروا طب الأعشاب 50% من المرضى قالوا بإنه بإنه العلاج إيش ماله؟ ناجح والله إنه ساعدهم يعني طالبة إنه ساعدهم هذا العلاج إذن أنا ليش ألجأ لإشي اسمه طب اعتيادي إذن خلينا على الكمبليمنتري أحسن لي وهون الأطباء صارت عندهم وجهت نظر ثانية بقول لك أوكي قال أحد الأطباء أنا الآن أقول وأعتبر بإنه الحيوموباتي اللي هو الطب المثالي إيش ماله؟ إنه في عندي يكون هون خيار آخر في عندي يعني هون خيار آخر اللي هو الطب هو مبثي اللي هو يعني بإمكانه إنه الطب التكميلي أيضاً إنه يعالج الكثير من الأمراض هاي الكلمة الثالثة إذن أول واحدة في عندي هون خيار سبحان الله كلهم بينات عندك بمعنى مرض بمعنى مرض بمعنى مرض أكتب لك إياها هاي بمعنى مرض عندك بمعنى مرض وفي عندك هون بمعنى مرض إذن كل يتم هدول بمعنى مرض لو إيجاد استبدال عن طريق اللي هي الإلنسز بدأت تذكر له واحدة من هدول الثلاث أوكي بس هو أكيد إن شاء الله بيكون حاكي لك مثلاً إمباريغراف وان ولا إمباريغراف تو ولا إمباريغراف ثري يعني في الفقرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة أوكي طيب إذن حسا بقول لك إنه الطب الحيومبتي اللي هو المثالي إنه يكون في أندي خيار آخر إلو في علاج ديفراند كونديشن يعني أمراض مختلفة برضو مثل إيش بالإضافة إلى إيش اللي هي أول واحدة حسا إحنا بنا نكمل بنا نكمل نشأل أنه هدول مين الثلاثة بيعالجهم الهيربل بيعالجهم مين الهيربل هسا في أندي أنا هون الفورم الثاني يعني الشكل الثاني من الطب التكميلي مين بيعالجه اللي هم بثي إذن طالما إنا بنتكلم عن الشكل الثاني إذن كله على الكومبلمنتري كله على إيش؟ على الكومبلمنتري إذن في أندي خيار من الكمبل وان تو ثري هسا في أندي هون فور عن إكسي في اللي هو القلق جبرشن الإحباب أو الاكتئاب and certain allergis أو اللي هي الحساسية إذن طارفي عندي هون 6 أنواع من الأمراض مين بيقدار يعالجهم؟ الطب التكميلي أوكي؟ بيجيك سؤال مثلا بيقول لك هاي سأعطيك رياح السؤال الوزارة كيف بده يجيك بالزبط؟ رو علي وتوكلها الله إن شاء الله خير لهذه الطلابي طلابي في الامتحان في المدرسة عندي في تقارب قاعدين بيقولي يخفف عليها في الامتحان توكلها الله نسأل بأي سؤال؟ أي سؤال بدك أعيده؟ هسا بعطيك إياهم ألا الأسئلة كون لياتاً شاء الله رب العالمي بعطيك إياهم أخليك تأخذ عليها أنتِ إيش؟ سكرينشوت بلفع في الوائل بس يلا بنشوفه صوريها صوريها أنتِ أوكي؟ بوقفلك الصورة عليها طيب بنشوفهم إنتي بروفايت آناثر أوبشن حسا هون بزودنا في خيار آخر بزودنا بخيار آخر اللي هو لما إنه الطب الاعتيادي اللي هو اكتب عليه هون اللي هو المودرن عشان إنك إنت تعرفه المودرن اللي هو العلاج الحديث اللي هو تبع الدكاترة إنه لا يمكن أن يحل محل اللي هو يعني ما بقدر إنه يشخص المرض بطريقة بأكتر دقة يعني بأكتر دقة بأكتر دقة طيب أدبنا الكلمة هاي هاوفر هاوفر جملة أعلاب بتقوله شوينغ أوبزيشن أوكي حبايبي الله يربي يرضى عليكم يلا شوي منخلص يا جميل شوي منخلص الله يربي يرضى عليكم عندنا هون مشكل يا الله يا المساعدة عندك أدبي وعلمي أدبي وعلمي طيب حبايبي يلا إنتي بروفايتس أناثر أوبشن وين كومبليمنتري اللي هي وين كومبنشن الميدسين دز نت آدرس إتا بروبلم أدي كونتلي هاوفر اللي هي الأبوزيشن كومبليمنتري ميدسين اللي هو الطب التكميلي كانت ركزولي هون بالله عليكم ركزولي على هاي الجملة حسنا بقول لك هنا كومبليمنتري ميدسين الطب التكميلي اللي هو شغل عبطارين اللي هو الانكونفينشنال كانت بدي أتعب وأنا أحط على كانت أوكي كانت يعني لا يمكن لا يمكن إيش بي يوز استخدامه اللي هو الطب التكميلي لا يمكن استخدامه لكل أنواع العلاجات الطبية يعني لا يمكن استخدامه يعني مش كل الأنواع الأنواع هاي بيقدر أنه الطب التكميلي يعالجها في عندك نوعين ذكروا لنا هنا في النص ذكروا لنا نوعين إنه استحالة إنه الطب التكميلي يعالجها اللي هي زي إيش يعني إتكان نظر لا يمكن أن يحل محل إيش أول واحدة إميريزاجين اللي هي التطعيم يعني هستمر فرط هستمر التطعيم بقدر أنا والله أعطيك إبرة بابونت لا بقدر أعطيك إبرة يانسون طبعا لا إذن في حالة التطعيم في حالة التطعيم اللي هي المطعوم لا يمكن إنه الطب التكميلي حل محل الحديد أوكي طيب طب السادي شو السبب بدي أعرف شو السبب يعاني عليكم شو في عندي هون؟ عد هاي بيجو قل لك what is the function؟ بدي أهلكك بشي اسمه functions اللي هي الوظائف لغوية بالله عليك وانتبهوا عليهم لأنه جاي السؤال منها بالوظارة اما على الـ as a consequences او عندك however اللي هي او في عندك الـ if I wear you في الشق الثاني من الـ if clause اللي هي giving advice هاي برطو بتقدر تحكي عنه اللي هي وظائف لغوية هستيدك هنا كمان طلعت انها هاي as طب شو السبب يا أستاذ شو حكيت أنا شو السبب اللي هي showing من كاتبها أشوف ولا واحد showing cause showing cause اللي هو عرض سبب إذن لما يكون فيه إذن هنا as اللي هي بمعنى showing cause طب شو السبب يا أستاذ انه الطب التكملي ما بقدر انه يستخدم كمطعوم لانه it will not produce لانه لا ينتج لا ينتج the antibodies اللي هي المضادلات الحيوية اللي احنا بحاجتها to protect للحماية against ضد childhood diseases أمراض الطفولة أمراض الطفولة وهاي الكلمة رقم أربعة في كلمات اللي هي بمعنى مرض إذن شو السبب إنه الطب التكميلي لا يمكن أن يعالج التطعيم لأنه it will not produce اللي هو it مين الـ it لوين بتروح على الطب التكميلي لأنه الطب التكميلي will not produce the antibodies اللي هو المضادلات الحيوية اللي احنا بحاجتها للحماية ضد أمراض الطفولة طيب هاي أول واحدة طيب والثانية it also it also وهو كذلك cannot be used to protect against وأيضا هو نفسه اللي هو الطب التكميلي ما بيقدر إنه يحمينا ضد الملاريا اوكي إذن في عندي هنا نوعين من أنواع العلاجات لا يمكن الطب التكميلي إنه يقدر يدخل فيهم اللي هم بأول واحدة immunization الثانية اللي هي الملاريا اوكي حبائبي الله يا ربي يرضى عليكم وما يعني ما يضيع لكم تعب طيب حبائبي ايش وضع الرايتنجا كل شي بوقته حلو كل شي بوقته حلو لا تستعدلو تتوكلوا الله أنا هون قد بأنك انت هستب تحفظي كلمات قد بأنني أنا هون رح أساعدك في كيف تكتب أحلى موضوع تعبير بحيث أنك تأخذ عليه لا يعني لا يقل عن عشرين من عشرين إما تتعطافين عشرين أو عشرين من عشرين هذا إذا كان في عندك أغلاط إملائية اتوكل الله في حالة التعبير أنا رح أعطيكو هون إن شاء الله رب العمين بث مباشر فيها لا تستعجلوا هسا خلينا وين لقطاتنا هون أوكي الله يرضى عليكم طيب واحد دكتور قال I will always turn to conventional قال أحد الأطباء والله أنا بتغلم إني أنا دارس تمام السنين طيب إذن أنا أول شي لازم ألجأ لإيش للطب الحديث للطب الحديث الـ conventional اللي هو الـ modern أوكي خلينا نحكيها اللي هو الـ modern عشان أنت تعرفهم الـ modern conventional treatment first أول شي رح ألجأ لبين للطب إيش الحديث حتى إني أتأكد ذات بإنه no underlying underlying what does it mean اللي هي إنه ما في عندك أي أشياء مخفية شو أعطتك إياها hidden ما في عندك أي أغراض أي أعراض أو أي أمراض condition هايها أي مرض مخفي أي مرض مخفي is missed بقد هوضر على أي حال برضو عندك opposition طلعوا لي هون the idea فكرة الطب التكميلي فكرة الطب التكميلي is no longer يعني لن يكون an alien an alien concept لن يكون في المفهوم الغريب يعني لن يكون مفهوم وغريب alien في عندك هنا alien شو يعني alien اللي هي بمعنى strange شو يعني strange غريب find a word from the text which means strange بتقول لي alien أوكي find a word from the text which means strange strange هون ها بمعنى ايش alien أوكي اذا لن يكون بالمفهوم الغريب in my opinion حسا في وجهة نظري انا in my alien in my الى مين قاعد بحكي هون الهي مين وان دكتور قال لأحد الأطباء في وجهة نظري انا ات الات بتروح على complementary medicine اوكي ولا لأ لا طبعا هاي ما بتروح على complementary treatment هاي في عندك هنا علاجات ركزج عليها الات هاي هاي الات ركزج عليها ديروا بالكم الات هون بقول لك هون however the idea of complementary treatment الات بتروح على idea of يعني على كل هاي اوكي على كل هاي the idea of complementary treatment يعني في عندك هنا ات ات تيجي عندي هون للمفرد صح الات اجت عندي الى المفرد المفرد ايش اخذ في عندك هنا the idea of complementary treatment از شو اجي بعديها از از اذا هون في عندك مفرد از اذا طالبني انا بتكلم عن مفرد اذا في اندي هون the idea بتكلم عن ايش على الفكرة الفكرة من هاي العلاج التكبيري اذا there is no longer an alien concept بالمفهوم الغريب بوجهة نظري ان الدكتور it should work alongside modern medicine يجب ان تعمل بجانب بجانب ايش الماد Uran طلاع وين حطونا ايها modern اخر اشي اللي هي هاي ايش اللي هي الكونفنشنال هاي اللي هي الكونفنشنال ميدسين اذا يجب ان يعمل بجارب الطب الحديث وليس ضده ضد مين اللي هو المودرن ميدسين اوكي يا حبايبي الله يا ربي يكريمكم ويرضى عليكم طيب هول ان شاء الله رب العبيب بعد ما اني شرحنا احنا القطعة وان شاء الله الكل اتوفقنا في يعني انه وضحنا كل اشي فيها لطلابنا الحبايبنا اعزائنا حسنا بنروح على اشي اسمه اللي هو الاسئلة الوزارية اسئلتي الوزارة تبعتها اطلعوا لي هوركي هذا عندك انا اول سؤال يلا بنربح فتقات الربح فتقات على حلول الاسئلة بنتشوف مين عندي فاهم مين مش فاهم يلا يلا ايش بعدين بعدين يا حمزة بعدين نحكي على كلماء العذور ان شاء الله طيب افرديك اي قطع داخلي ان شاء الله ان شاء الله بكرا في المدرسة بحكي لك اياها اتوكرا الله طيب certain medical conditions certain medical conditions may possibly be treated يعني بقول لك هناك بعض الامراض الطبية may possibly من المحتمل من الممكن او من المحتمل be treated ان تعالج using باستخدام complimentary medicine انه هو الطب الحديث الطب التكميلي sorry الطب التكميلي write down four اكتب لي اربعة منهم شو هم من الاربع امراض احنا حكينا في عندي ست امراض حكينا في عندي ست امراض انا بقول لك اذ كلي اربعة مين همي اول واحدة اللي انتم بذكرها الانسوميا عندك arthritis عندك اللي هي migraine عندك depression هاي في عندك اربعة وفي عندك ايش كمان اللي هي الارجيز اللي حساسية وانكسيتي اللي هي القلق هون انا ذكرتلك اياهم الستة ذكرتلك اياهم الستة اللي همي بدك تعرفهم وين هم هاياتهم في عندك اول واحدة اللي هي insomnia arthritis migraine وفي عندك الرابعة annexity depression and certain الارجيز هدول همي الست انواع من الانواع من الامراض اللي ايش بقدر انه الطب التكميلي يعيش يعالجهم اوكي حبايبي اذا فيه هونة تمزكة اللي هي ستة انواع من الامراض طيب السؤال number two question number two there are two pieces of evidence هناك عندك دليلين في دليلين which show اللي بيحكو الله أو بيبينو الله بأنه that people's perception انو مفهوم الناس of complementary medicine للطب التكميلي has changed has changed مشان الله حطولي تحت change هاي 300 خط ليش؟ لانو من هاي الكلمة انت بتعرف شو المقصود في هاي السؤال اوكي؟ اذا ممتازة ممتازة يا بسام ممتاز بسام بسام حبيب ألبي على راسي فراث فراث انسوم excellent excellent ربي خليلي اياكو ما يحريني منكم ممتازين طيب حتى في عندك هناك السؤال الثاني فيه نك دليلين بيثبتوا بأنه مفهوم الناس للطب التكميلي تغير من كلمة تتغير هاي تغير انا باعرف انو والله في عندي هون اشي الا هو طلعوا لهون ثواني شوي هس بترجع ثواني علي هدوني السؤال الثاني اشوف بيه الله تسلم لي يا امير الله يرساعد قلبك طيب السؤال الاول اللي هو التؤال الثاني اللي هو بحكيه انها ياكم شو هومي مفهوم الناس في الطب التكميلي مفهوم الناس اللي علاج التكميلي تغير كيف انو ماني فاميلي دوكتورز استادي كومليمنتري ميدسين الونج سايد كومبنشنل تريتمن عسا الفرع الثاني الثاني بيقولك انو المستشارين صاروا بهم ياخذوا شهادة طبية ماني كومليمنتري ميدسين الكونسولتانس لديهم ميدسين الكونسولتانس هذول هم الثانتين من وين طلعناهم؟ مين دهونا؟ مين دهونا؟ شافين كلمة تشانج؟ شو اجا بعديها؟ الكلمات هذول هذول هم ايش؟ معنا هو الجواب ايش؟ الثانتين ممتاز يا حمزة الله ربي يهدي بالك قلبي قلبي انت قلبي اوكي نشوف على السؤال الثالث اعطاء ادوية اعطاء ادوية مش درقز ادوية هذول هك لا اذا شو معناها هاي مرت معنا كلمة بمعناها اللي هي مين يقول لي اياها؟ مين يحكي لي اياها؟ عليها بطاقة بلاش عشان تقولي الاستاذ ما اعطانا بطاقات اليوم هاي عليها بطاقة مين يحكي لي اياها؟ بطاقة بطاقة يلا بطاقة بطاقة شو في عندي هون؟ اللي هي إلهي عبيب قلبي بسام عبيب قلبي بسام والله يا رب يسعد قلبك والسام تواصل معي عن الوات اليوم وبعتك أياها الكون اللي هي الايميوريزيشن إعطاء أدواء للحماية ضد الأمراض اللي هو المطعم هاي هي الإمينيزيش اللي هو أنوان حل الجملة نمبر فور كوت دي سنتنس which شوز ذات ألالج نمبر اقتبس الجملة شو حكينا الاختباس من النقطة للنقطة وصلت من علامة التعجب للنقطة من الكواشن مارك للنقطة دير بالك بالله عليك أي كلمة زيادة أي كلمة مقص راح عليك كل السؤال هاي هيك احنا كمصححين وزاريين انا كمصلح وزاري انا بحكي لك يا هيك بالله عليك ولما كون نصلح كان يقولون اي زيادة او نقصان حتى لو كانت كلمة كلية تغلب فحرام حرام حرام يروح عليك هذا اللي هو السؤال ف كوت دا سنتنس اقتبس الجملة او رايك داون دا سنتنس سيم ميننغ نفس المعنى كوت دا سنتنس ويت شوز دات الارج نمبر عدد كبير من الاطباء لم يعتادوا ان يكونوا مقتنعين من تأثير الطب التكميلي نرجع نرجع نروح لأيش بداية الجملة شو في عندي هون موس داكتورز متبلش من هون اوك يا حبايبي من هون شايف هاي موس داكتورز يوز to be كيبتكل شو أعطتك كيبتكل معناها اللي هي not be easily convinced يعني غير مقتنعين اللي أنا جبت لك إيها بالسؤال اوكي not be easily convinced about the validity of بيوميباتي اكيبانتشر and other forms of complementary medicine لهن اوكي هاذ كل ياتول هو حل سؤال الاقتباس اوكي الله يا ربي يرضى عليكم وساعدكم حبيبي محمد الدباس الله يا ربي يسعد لبك ممتاز أمزي أول فقرة فهمتك فهمتك طيب question number five why can't complementary medicine replace modern medicine حسا لماذا لا يستطيع لهو الطب التكميلي أن يحل محل الطب الحديث ليش لأنه أول شي الروح حر ولا الربح عليها بطاقة الربح عليها بطاقة يلا number five number five بطاقة يلا يقلبي انتو اياه number five بطاقة لماذا لا يستطيع الطب التكميلي أن يحل محل الطب الحديث يلا اياه استناكم يلا حبابي لماذا لا يستطيع الطب التكميلي أن يحل محل الطب الحديث يلا هاي معكم معكم أنا لا تنسوا أي واحد بده أي سؤال يكتب لي إياه عساس نجاوبه يلا ما بنت تطلع من الفقرة هاي من القطعة إلا وإنت فلاحيمها إن شاء الله رب العالمي مين قال أنا بطاقة مين قال أنا حبيت حبيت فراس ممتاز it can never substitute for immunization as وعندك immunization and doesn't treat malaria ممتاز 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 إذن في عندك هون اللي هم نطلع هون لا في عندك الثانية طلعوا لي هون it can never substitute for immunization as it will not produce the antibodies to protect against malaria childhood disease it can never be substitute to protect against malaria هاو هاو هو السؤال رقم ستة ولا خمسة وممتاز ممتاز ممتاز يلا إذن في عندك هون لماذا لا تستطيع أن تحل محلها لأنها أول شيء it doesn't produce the antibody لأنها لا تنتج إيش اللي هي المضادات الحيوية اللي بتقدر تحمينها من وين من أمراض الطفولة يا جميل ولا لا يا جميل يا جميل شو حليت لها أنت complementary medicine cannot be used for all medical treatment طيب أوكي طيب ليش ما بتقدر إنها تحل محل الطب الحديث برضو حلو جوابك حلو هذا as a critical thinking كهتفكير ناقد ممتاز جميل أحسنت رائع أنت يعني بدك بطاقة قصدك بتحوم بتحوم أبطاقة أحلى بطاقة لعيونك بكر بطاقية أبشر لعيونك طيب في عندك هون طلع شباب what does the underline phrase herbal remedy مين ماذا يعني هذا المصطلح طلع عندي هون herbal remedy herbal remedy what does it mean what does it mean herbal remedy شو معناها الهيربل remedy يلا حبيب قلب يجيمي بالعربي 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 العلاج بالعشاب ماشي بس in english اللي هي هسا عبارة عن إيش اللي هو العشاب اللي هو عبارة عن نبتات صح طيب يلا من النبتات شو يعني نبتات plants a mixture of plants خليط من النبتات معلو used to cure for different diseases يستخدم العلاج العديد من الأمراض إذن a mixture of plants to cure different diseases a mixture of plants حي a mixture of plants to cure different kinds of diseases اكتبها أو خذ لقطة شاشة إذا بتقدر اكتبها أو خذ لقطة شاشة اكتبها a mixture of plants to cure different kinds of diseases خليط من الأعشاب لعلاج إيش العديد من الأمراض طيب طيب نشوف اللي هو السؤال number seven find a word from the text which means a form of complementary medicine using needless يا حبيبي عليم السؤال محلاها طالع عندي هنا find a word أوجد كلمة أوجد كلمة من النص بمعنى a form شكل من أشكال الطب التكميلي إيش ماله يستخدم مثل بديش لك الكلمة لأنك راح تعرف يلا شو هي أبشر لعيونك حبيبي جميل بكرة بتكون عندك إذا find a word from the text which means a form of complementary medicine اللي هو شكل من أشكال الطب التكميلي يستخدم لل لل لإيش يلا أحسن فراس أحلى من هيك ما فيه أحلى من هيك فراس ما فيه اللي هو acupuncture اللي هي الوخص بالإبر needles اللي هي الإبر وعندك acupuncture اللي هي الوخص بالإبر إذن هاي اللي هي acupuncture هاي اللي هي acupuncture number seven acupuncture بيش واسعة نكتبها خلص أوك طيب acupuncture number eight complementary medicine has gained wide recognition all over the world يعني إنه الطب التكميلي has gained اكتسب gained اكتسب اللي هي earn earn تعالش يعني earn ear بمعنى اكتسب إيش wide recognition معرفة عالية all over the world في جميع أنحاء العالم تجست اقترح اللي هو critical thinking بدك تستخدم لي الطاصة الرأس اللي في الرأس تجست اللي هي اقترح three reasons ثلاث أسباب that make patience الذي جعل المرضى choose to turn to إنهم اختاروا إنهم يلجأوا إلى الطب التكميلي هسا ليش الناس صارت تروح على الطب التكميلي ما تروحش على الطب الحديث ليش أول واحدة يا الله حبابي نقدر نحكي هنا critical thinking واحد it is cheaper than non convention اللي هو اللي هو اللي هو المودرن complimentary اللي هو المودرن هسا ليش أنا بروح على الطب التكميلي وما بروح الطب الحديث أول شي لأنه إيش أرخص هاي أول واحدة أرخص اثنين بقول لك it doesn't have any side effect ما في عندك إيش أي تأثيرات جانبية أنت بتقدر تحطه عندك من راسك أوكي كل هاي شغلات من راسك ثلاث it has been approved it has been proved that it is actually work work يعني أثبت بإنه إيش ما له ناجح أو شغال أوكي إذن في عندك هنا ثلاث شغلات بتخليني أنا أرجع للطب التكبيلي بدأ ما إني أنا أروح لأوين للطب الحديث excellent فراس إذن for them it is more safety إذن هي أكتر إيش أمانا أكتر safety ممتازة هي فراس أحسنت لقطة رابعة بتقدر تضيفها it is more safety يعني أكتر أمانا أوكي أحسنتم رائعين طيب حسن في عندك هنا question number nine the last one what does the underline the noun they refer to من روح على they sorry any day ليلباسينس I think من روح على الباسينس again again what does the underline word they refer to I refer to ابتقرأ الجملة if patients wanted to receive this kind of nonconventional إذا أراد المرضى أن يلجو إلى أو يعني إذا أراد المرضى أن يتلقى هون يتلقى receive يتلقى this kind هذا النوع من العلاج they have to consult يعني they use to من هم الذي الهم البيشنس الهم مين البيشنس الهم هاي النبر تسعة اللي هي البيشنس أوكي اللي هي المرضى أوكي حبايبي الله يا ربي يعطيكم العافية وطمنني على نتائجكم إن شاء الله رب العالمين وإن شاء الله رب العالمين تكونوا توفقنا في شرح قطعة اللي هي طب التكميلي لطلابنا حبايبنا في أرجاء المملكة وأي تقصير الحمد لله ربعي إن شاء الله إذا أي فيئة تقصير ممكن تعال قوليها في التعليقات وأنا جاهز لكل أي سؤال باختر ببالكم وحكي لكم أي سؤال بدكم إياه إن شاء الله ربعين اعطوني إياها وأنا أعطيكم إياها أي جواب والله رب يعطيكم العافية ويعطيكم الصحة والعافية السلام عليكم نلتقي إن شاء الله في بث آخر مباشر يوم الثلاثة القادم اختاروا لي إيش بدكم وأنا جاهز الله رب يعطيكم العافية الله يعطيكم كلكم حبائبي حبائبي الله خليني إياكم